السلام عليكم احنا مكملين في البيم ماتيورتي ماتريكس نرى نتجل المنظمة نتحدث عن اهم الثلاثة ستاج موجودين في المنظمات الأول نعمل على النمزج القائم على الكائن نعمل على التعاون ونعمل على تكامل نعمل على أول شيء نعمل على ايضاً نعمل على تطبيق قائمة على الكائن نعمل على كائن ونعمل على كائن الفكرة كلها أن كل موديل مستقلة بنفسه موديل المعماري مستقلة على الانشايا على الكاهرومكانيكل لا يوجد تبادل بينهم ببعض المعماري يعمل على اف سي فيروح للتاني فقال قدر يستفاد منه وبعد كده او ممكن يكون بدي هلو توكيد فالموضوع غير منظم يعني تمام فهنا تطبيقات قائمة على الكائن عادة موجود تغيرات في العملية او السياسة مصحبة لهذا التطبيق هنا لا هو هنا عمل مشاريع كويسة وحدد عملتنا بزاجة معلومات البناء وطلبتها السياسية وعمل استراتيجي التطبيق وخطط منظمة مفصلة في المانجد يتم تحفيز وتوحيد والتحكم بعمليات والسياسات نمزاجة معلومات البناء بس برده كله في اين؟ في Object Based Modeling يعني كل ده محققاش شروط بتاعة الحكومة البريطانية لتطبيق البيم وهو نبقى فيه collaboration بعد كده بنخش على التكامل اللي هو التكامل لما زاجة معلومات البناء التكنولوجيا والعمليات والسياسات مع الاستراتيجيات التنظيمية وملاقمة للاهداف العمل طيب لو دخلنا بقى في Optimized اللي هو الأمثل فيه قاعدة نظر كل شوية ومراجعة للتكنولوجيا وعمليات واسيسات نمزاجة معلومات البناء باستمرار الاستفادة من الابتكار وتحقيق أهداف أداء أعلى وأفضل بعد كده التعاون القام على النمزجة ده فيه أكثر متخصص فيه تبادل سريع للنمزجة في أول حاجة اللي هو المحدد هنلاقي عندنا التعاون خاص بالنمزجة معلومات البناء قدرات التعاون الداخلية غير متوافقة مع الشركاء المشروع فيه نقص في الثقة والاحترام بين المشركين في المشروع ده كده يبقى انت وقت سفر طيب نخش بعد كامل سفر العشرة تعاون أحادي محدد جيد ومتفاعل للمزجة معلومات البناء فيه علامات محددة على الثقة والاحترام متبادلين بين المشركين في المشروع طيب في المنجد المدار فيه تعاون استباقي قبل ما يحصل فيه تعاون بين الأطراف المتعددة والمختلفة يتم توصيق البرتكولات وادراتها بشكل جيد فيه تبادل السجرة والاحترام وتقاصم المخاطر والمكافئات بين المشركين في المشروع نخش في التكامل يشمل تعاون المتعدد اللاعبين الأسيين تمايز ذلك كل المشاركين الأسيين موجودين معنا خلال دورة حيات المشروع من أول ما يبدأ لحد ما ينته الفريق متعدد يشمل كل اللاعبين فيه بيئة وتمايز بحسنية والاستقال الاحترام اللاعبين هو بيعتبر ان الشخص اللي بيعمل سوفتوير ده لاعب بيأثر ويأثر بالنمزاجة معهات البناء الرجل اللي بيعمل الهاردوير الرجل اللي بيعمل السياسات المنظمات زي زي مثلا بيم أرابيا زي سمارت بيلدينج يعني فيه كذا حاجة بتخش معنا فيه اللاعب أو بتأثر وتتأثر بنمزاجة معلومات البناء طيب ندخل بقى في المحلات الثالثة اللي هي نتورك بيزد انتجريشن تعاون القامعة شبكة ده هنا بيه تبادل المتزامن متخصص التخصط متعدد التخصط يعني بنتبادل بين أكثر من تخصص نمزاجة متعددة الأبعاد أكثر من بعد طوال فترة حيات المشروع لو جاءنا هنا في النشيال أو الأولي أجد ان هو يتم إنشاء نمازج متقاملة من قبل مجموعة محددة من أصحاب المصلحة في المشروع يرى ما فيش حد يشوفها بالتحاد التكامل قليل ما فيش معايير ما فيش كتاب يقول مفروض نعمل ايه ما فيش برتكالات سابقة ما فيش حلول رسمية لأدوار مسؤولات أصحاب المصلحة طيب بعد كده المحدد تولد النمازج المتقاملة مجموعة فرعية كبيرة من أصحاب المصلحة في المشروع التكامل يتبع عدلة ومعايير وبرتكولات تبادل لعمليات محددة مسبقا توزع المسؤولات تخفف المخاطر من خلال وسائل التعاقدية طيب بعد كده الإداري أو المدار أو المنجد معظم أصحاب المصلحة بيولدوا ويديروا النمازج المتقاملة والمسؤوليات في طارة حالفات المشاريع الموقعة والشركات الأطول أجلة يتم إدارة المخاطر وتوزيع المكافئات بشكل فعال انت بقى شوف انت موجود في اين القسم وما تزعلش لو لديت نفسك كله في وقت 0000 فده البداية وبعد كان ان شاء الله تبدأ تقدم واحدة واحدة ان شاء الله هنا بيتم إن شاء النمازج المتقاملة وادراتها من قبل جميع أصحاب المصلحة الرئاسيين بالمشروع التكامل القائم مع الشبكة هو الأساس وعندنا تركيز على ان احنا نكشف الخلل وان احنا نصلحه وفي التكنولوجيا والعامات والأسيات ليس التركيز على التكامل لا التكامل ده موجود ولكن احنا نحاول نكشف الأخطاء وان عليها في الامثل في مراجعة تكامل المنزج وسير العمل بالسمرار وتحسينها الكفاءات موجودة التسليمات والمقامات بتتتابع فعالية من خلال فريق المشروع في متابعة طوال فترة حيث المشروع العديد المصحاب المصلحة بيساهمه في نمازج متكاملة عبر سلسلة توريد البناء اللي هي كونستركشن سولاي تشين ان شاء الله كده شرحنا جزء كويس المرة الجاة بقى نشرح السكيل بتاع المنظمة مايكرو وميسو وماكرو هنشوف الموضوع ده الفيديو كي موسيقى